نعم احنا على الهوى نعم لحظات وياخذ اكيد اللخطة الكارية مع الوفياء في نادي الاهلي وسيد الف مبروك اليوم جمعتوا على الستيج بحضور اسمو الشيخ مكتوم بمحمد الراشد المكتوم ثلاث بطولات رح تجمعونها في مدينة زايد بالرابعة والله ان شاء الله انت اما الخير مباراة كرة القدم الحظوظ اعتقد متساوية وان شاء الله الفريق اللي بيكون في يوم ان شاء الله انها بياخذ البطولة الاهلي اكيد تكرر عليك هالسؤال شو اللي يميز الاهلي شو الصرف النادي الاهلي لكن على موعد مع التاريخ اعتقد البطولة الرابعة في مدينة زايد رح تكون اصعب بطولة ولا في طريق الاهلي سهل لا بالعكس يعني اتعرف اخر اليوم انت هاي مباراة كاس والحظوظ متساوية مثل ما قلت لك ما في شي سهل في كرة القدم كل مباراة تحتاج مجهود تحتاج عمل وان شاء الله ان اللاعبه بيكون في يومهم شو تقول في هاليوم بالذات يوم اتوقع تاريخ الله والله اقول امرك اولا الحمد لله بفضل الله يعني هذا اليوم وصلنا اليه بعد موسم شاق من العمل بفضل من الله وتوجيهها تدعم سمو الشيخ حمدان كانت اكيد يعني لها البصمة الكبيرة مع الفريق في طولها الفترة وشرفنا اليوم سمو الشيخ مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس النادي اكيد يعني فرحة هلاوية كبيرة ان شاء الله انها تستمر لفرح الف الف مغروق شكرا الف الف مغروق